قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري إن شركات الكهرباء ملزمة بتسريع وطيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة العائدة لمواطنين ومستثمرين من خلال إسلوبي صاف القياس والنقل بالعبور وبحسب بيان صحفي للهيئة بلغ عدد أنظمة صاف القياس المشغلة والمربوطة على الشبكة 5474 نظاما بقدرة تزيد عن 113 ميجاواط فيما يبلغ عدد أنظمة العبور 37 نظاما بقدرة 26 ميجاواط تقريبا لنهاية شهر حزيران الحالي في حين توجد مشاريع قيد الإنجاز بقدرة تزيد عن 150 ميجاواط وشكلت مشاريع الطاقة المتجددة خلال العام 2016 حوالي 6% من خليط الطاقة الكهربائية واسترتفع عام 2020 إلى حوالي 25% في حين تواجه الشبكة الكهربائية من حيث السعى تحديات لاستيعاب الطاقة المولدة من هذه المشاريع